لماذا قدمت أسبانيا أو لم تستطع أسبانيا الوصول بعيداً في كأس العالم هذه البطولة؟ لويس انريكي أعتقد أنه عقد اجتماع أنه كان لديه طبع سيء أو طبع سلبي فأنه كان يلعب ببعض اللعيبة وقد وضع بعض اللعيبة في أماكن لم يعتدوا عليها وأنه كان يخطئ في وضع اللعيبة في مراكزهم فأعتقد أسبانيا والرويس انريكو لابد أنهم يعتذروا للجمهور الأسباني أنهم لم يلعبوا جيداً ضد ألمانيا ولم يلعبوا جيداً ضد اليابان وبالتالي خسروا أمام المغرب مباراة المنتخب الأسباني أمام المنتخب المغربي رأيك إيه فيما قدمه المنتخب المغربي في هذه البطولة بشكل عام وما قدمه المنتخب المغربي قدام المنتخب الأسباني أنا أعجبني الفريق المغربي المنتخب المغربي فأعتقد أنهم من أفضل المنتخبات التي لعبت قلت لا أعتقد أنه سيوفايزر بايزاً مستوى لكن أنا أعتقد أنه أعجبتني عراف وبعض اللعيبة فأعتقد أن هذا المنتخب كان يستحق أن يصل للنهائي لأنه كان صارع من أجل الوصول لهذا فأنا فرحت جداً وساعدت أن المغرب تقدمت لأبعد من ذلك وبالتالي أنهم كانوا اللعيبة فهموا أنهم من المهم جداً أن يكونوا لعبوا بروح الفريق وليس كل لعب على أحد وبالتالي أنا أتفهم هذا وأتفهم بهذا كان على العكس المنتخب الأسباني ترجمة نانسي قنقر